اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على أهمية مواصلة تسخير كافة الجهود والإمكانيات لتعزيز المنظومة التعليمية وتطوير مخرجاتها من خلال خلق بيئة تعليمية تدعم الإبداع والابتكار وتسهم في رفض مسارات التنمية بالكوادر المؤهلة ونوه سموه بما يحظى به قطاع التعليم رعاية واهتمام مستمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ما كان له الدور البارز في تعزيز المسيرة التعليمية في مملكة البحرين جاء ذلك لدى لقاء سموي حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم حيث وجه سموه حفظه الله بإقامة يوم تعرفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور يقدم فيها عضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية شرحا عن العام الدراسي الجديد وكلف سموه وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الاستعدادات التي تكفل توفير بيئة تعليمية تشجع طلبات في المدارس الحكومية على التفوق والتميز وأكد سموه على همية تطوير السياسات التعليمية وفق أحدث الأساليب والتقنيات ومواكبة التكنولوجيا الحديثة لتخريج أفواج من أجيال المستقبل تسهم في دافع عجلة التطوير والنماء متمنيا للطلبة والطالبات واللهيئات الأكاديمية والإدارية بمختلف المؤسسات والمراحل التعليمية عاما دراسيا موفقا مكللا بالنجاح والتميز من جانبه عرب وزير التربية والتعليم عن شكر وتقديره لما يليه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد من دعم واهتمام لمواصلة تطوير المنظومة التعليمية ورفع مستوى مخرجات التعليم مؤكدا أن توجهة سموه حفظه الله لتطوير قطاع التعليم هي الباعثة دوما على عزم كافة منتسب وزارة التربية والتعليم لمضعفة الجهود بما يعود بالنفع على الوطن وأبناءه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر